السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هناك أحد يسأل الأدنس الكثيرة الموجودة في الريفت يعني عندما تجد تفتح الريفت تلاقي في حاجة جديدة كيف نحن نضيفها فالموضوع سهل الخالص الموقع بتاع Autodesk Apps Store مجرد بس بتشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها وتعمل لها داون لود ولازم تكون لك حساب مجاني تدر تعمل فيها حاجة كثيرة جدا فري وفيها حاجات بفلوس وفيها حاجات بتبقى للتجربة ما تصدفش حاجة غير لما تكون متأكد انها هتفيدك ان انت تعود ساطق كل حاجة تلاقيها هتلاقي الريفت بيدرب منك فمشاكل بتحصل بيبقى بطيء جدا في الشغل بتاعك فما تصدفش غير الحاجة اللي انت وصلت فيها وعارف انها مفيدة لك طيب دا الموقع هو لو جيت هنا هتلاقي ان انت تقدر تعمل Search All Apps AutoCAD All Revit Format It كل الحاجات دي تقدر ان انت تنزل Addence لها هتلاقي هنا دا اكتر حاجات منتشرة زي مثلا Structure Analysis Toolkit ممكن نحمله طبعا فيه حاجات بتبقى لاصدار واحد وفيه حاجات تانية بتبقى لاصدارات كثيرة فممكن حتى اقوله Structure Analysis Toolkit وأبدأ داول مثلا على اللي تضرر انا عايزه شوف ايه الضررات اللي موجودة تعمل Search تبقى تجيلك الحاجات فانا مثلا مشغل 2018 فابدأ ان احمله بعد بعد شوف الكاتجوري بيقول لي انت عايز حاجات خاصة به Structure يبقى هوبش ادور في Structure ممكن حاجات خاصة به لان ممكن الكلمة نفسها تكون موجودة في المعماري والانشاء بكهروميكانيكال ولكن انت عايز الحاجات الخاصة بالمعماري فهتعمل Search على حاجات تبقى المعماري الموبيولة انت عايز حاجات Free فهيبدأ يعمل Filter لا دا انا عايز حاجات Trial لا دا انا عايز حاجات Byte فبعن اغلبنا لو هيتستاخد الفلتر يبقى عايز حاجات Free مش هنفيش حد عايز حاجات خلوس يعني دي الاصدارات لان في بعض البرامج تبقى لاصدارات معينة وفعن من تبقى فهي مفتوحة لكل الحاجات واندوز ماكنتوش لينيكس غالبا الحاجات كلها windows غالبا تمام لان اصلا الريفت البقان الربز للبرمجات والشغل به مش هعمل حساب اللذي يشغل عليه حسابها ان هو شغل على الوينيكس وكينتوش بدأت اتخذ برامج تشغل لك الريفت على الينيكس ومكينتوش فالفلتر ممكن يكون فاعل فيه برامج تانية غير الريفت ممكن يكون فاعل مع الوتوكيد والكذاب اي واحد في هم هوط سأقول له download فهيقول لي لازم تعمل sign in فهي الروح مدخل الحساب بتاعي سيبدأ ان احمل ممكن ان اقول له ممكن ان اقول له add ووشلست فهيبقى فيه انا اريد ان احميلها سوف اعطيك بعض الصورة لتفاهم ان هذا العام تقوم بعمل تصدير من الريفت لبرامج اخر من البرامج الروبوت تحلل شيء بالشكل ده طبعا ممكن تعمل خدعك شوية كده في السيرج يعني ممكن تقول له انا عايز اشوف احداث حاجات وبالشرط يكون احداث حاجة هي افضل حاجة اللي الناس بتحملها كتير ده ممكن تدي مؤشر ايجابي هنا بست ريتنج الناس اللي مديها ريت عالي بس ريت عالي يكون مع عدد معين يعني ده مثلا في تسعة له ان هو ممتاز تمام في هنا ده واحد بس فده اكيد المستوى اعلى تمام لما يكون في ناس كتير من ديات تقييم كويس احسن ما يكون واحد بس لان ممكن يكون صاحب المبرمج ده البرامج ده حلو قوي ده روتس وان ده من دم الحاجات اللي انا بحب انها تشغل بيها وشرحناها ونكمل سرح لها ان شاء الله مع بعض بإذن الله موسيقى